دكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغدائي بمركز جناف للدراسات وسفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سابقا أهلا بك معنا الدكتور الحديث اليوم عن هذا الاتفاق الذي جاء في ظل عدم القدرة على استخدام ممر البحر الأسود عقب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب يعني كيف تقرأ هذا الاتفاق وهل هذا سيغني وسيكون فعال للأمن الغدائي العالمي شكرا جزيلا هو حتما للإجابة على الشق الثاني من سؤالك لن يكون مغني لكن هو سوف يساعد من الطبيعي جدا أن لا تحصر كل خياراتك في بوابة واحدة رأينا خلال عام كامل كان الخيار الوحيد هو البحر الأسود حتى البحر الأسود لم يمكن أوكرانيا من تصدير ما تصدره سابقا 18 مليون طن صدرت من القمح طبعا صدرت فقط 8 مليون طن الآن الخيارات الأخرى المفتوحة الطرق البرية عبر الدول الأخرى بولندا رومانيا هنغاريا والطرق المشتركة بين بري ونهري في الدانوب وصولا إلى الموانئ الأوكرانية على الدانوب ومن ثم برا إلى الموانئ عفوا الكرواتية وبررا إلى الموانئ الكرواتية على البحر الأدرياتيكي لذلك هذه التصرف السليم حتى لو لم يكن هو بديل كامل إلا أنه جزء من الحل هذا يخفف من أثر غياب الحل الوحيد أو البديل الوحيد بس خلينا لا ننسى أنه حتى هذا أيضا مستهدف لأنه في الأسبوع الماضية كان في تركيز من الضربات الجوية الروسية على المنشآت المقامة على النهر الدانوب داخل أوكرانيا فلذلك هذا أمامه أيضا تحدي وأمامه طرق وأمامه الكثير من الأمور الواجب اتباعها لكن دكتور فاضل ما توقعاتك لسيناريوهات المستقبلية في هذا الإطار؟ يعني أنا أرى أن أقرب سيناريو سوف يكون هو العودة إلى هذا الاتفاق لسبب بسيط لأنه أيضا البحر الأسود تحديدا يشكل منجم للحبوب ليس فقط من أوكرانيا وإنما من روسيا من جورجيا من بلغاريا من رومانيا هذه كلها أصبحت مهددة بفعل العمليات الأسكرية وتحديدا تقريبا روسيا تصدر 75% من قمحها عبر البحر الأسود وللسنة عندها رقم قياسي في الإنتاج قد يصل إلى 45 مليون طن لذلك أتوقع في القريب العاجل ضمن صفقة ما أن يتم العودة والعمل بهذا الاتفاق وكان الهدف الروسي بالأساس هو فقط تسهيل تصدير بضائعه والمعاملات المصرفية عبر سوفت للبنك الزراعي الروسي فأتوقع هذا إحدى السيناريات السيناريو الآخر هو البحث عن البدائل بديل نهر الدانوب كرواتيا بديل المياه الإقليمية لرومانيا عبر ميناء كونستانتا القريب والمياه الإقليمية عبر البلغارية عبر ميناء بورغاس وفارنا لكن دكتور فاضل تحدثت عن أن السيناريو الأول هو عودة مرة أخرى لهذا الاتفاق ما الذي سيعيد مرة أخرى والذي يدفع إلى العودة لهذا الاتفاق من قبل روسيا ببساطة لأن السيناريو الأبديل الذي اختاره وهو التصعيد العسكري بغياب هذا الاتفاق بدأ يضمحل تدريجيا وبدأ يخف وطأته كونه لم يستطع أي من الطرفين تحقيق نتيجة حاسمة تؤهله لتبرير ما يقوم به لذلك كما تعودنا من بداية الحرب الأوكرانية عدة سيناريوهات السيناريو يستمر لبضعة أسابيع ومن ثم يتم تغيير السيناريو إلى سيناريو آخر وأتوقع الآن قد يكون قد يكون أحدهما العودة إلى الاتفاق ضمن طبعا شروط جديدة ومضمن اتفاقيات تستفيد منها روسيا أكثر بشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغدائي مركز جنافة للدراسات وسفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سابقا شكرا جزيلا لوجودك معنا في القاهرة الإخبارية ترجمة نانسي قنقر